اخبار اليوم مؤكدا على تضام مصر مع فرنسا ضد الارهاب وقال الرئيس سيسي اننا نكتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد العالم تحديات فارقة تفرض علينا تكاتف الدول لتحقيق امال الشعوب والتوصل الى اتفاق دولي تموح ومستدام ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ اعتمادا على اجندة دولية تموح للقضاء على الفقر والتنمية المستدامة الذي يبدو صعبا دون اتفاق دولي يتصدى بقوة لتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة واضاف الرئيس سيسي لقد لعبت مصر ولا تزال دورا بناء في مختلف الجوالات التفاوضية حتى هذا المؤتمر المصريون بالخارج يواصلون التوافد على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يواصل المواطنون المصريون بالخارج اليوم توافدهم على المقار الانتخابية بسفارات مصر بالخارج وتعد هذه الانتخابات او الانتخابات برلمانية منذ صورة 30 من يونيو حيث فتحت السفارات والقنسليات المصرية في الخارج ابوابها في الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة ذلك حتى التاسعة مساء رئيس الوزراء يترأس المجموعة الاقتصادية يترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزرية الاقتصادية بمقر الحكومة الدائم حيث ان المجموعة الاقتصادية ستناقش اخر تطورات الوضع الحالي لاسعار السلع الاساسية في السوق المحلية والاجراءات اللازم اتخاذها لضبط الاسعار طبقا لاليات السوق الحر لجميع السلع الاساسية والاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ووضع كميات كبيرة منها في الاسواق فضلا عن فتح المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات والتنصيق مع الموردين والسلاسل التجارية لضبط منظومة الاسعار رياضيا الفيفا يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة الكرة الذهبية اعلن الاتخاذ الدولي لكرة القدم الفيفا عن قائمة المرشحين الثلاثة لجائزة افضل لاعب في العالم الكرة الذهبية لعام الفين وخمسة عشر التي سيتم الكشف عن الفائز بها في حفل خاص يقام بالعاصمة السويسرية زيوريخ يوم الحادي عشر من يناير المقبل وانحصرت المنافسة على الجائزة بين الارجنتيني ليونيل ميسي الاكثر تتويجا بالكرة الذهبية اربع مرات والبرازيلي نيمار الذي يتطلع الى الفوز بالجائزة للمرة الاولى في تاريخه والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجميريا المدريد الذي يسعى الى الفوز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في مسيرته الكروية والى نشرة الاحوال الجوية يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يستمر غدا الثلاثات تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال ووسط سيناء كما يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة التقس واضطراب الملاحة البحرية فوق البحرين الاحمر والمتوسط وبالنسبة لحالة البحرين الاحمر والمتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف الى ثلاثة امطار والرياح السطحية الشمالية غربية نهاية النشرة دمتم في امان الله ترجمة نانسي قنقر